بالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون فإن القص والراهب الكاثوليكي الأب هيرالون هيجي اعتنق الإسلام منذ فترة قصيرة وغير اسمه إلى سعيد عبداللطيف أخي سعيد هل يمكن أن تخبرنا عن رحلتك إلى الإسلام؟ أنت كقص وراهب كاثوليكي لماذا أصبحت مهتماً بدين الإسلام؟ بالحقيقة كانت رحلة طويلة بالنسبة لي وقد ذكرت بعضاً منها على مدونتي حيث أن الكثير من القضايا في المسيحية والكثير من الأشياء التي كنت أتمنى أن تكون في المسيحية هي بالفعل موجودة في الإسلام نفسه كالإحساس بالتوحيد، توحيد الله توحيد الله عز وجل كما تعلم فينا الإسلام فيه التوحيد فهذه هي النقطة الأساسية في رحلتك إلى الإسلام وهي الحقيقة والتوحيد؟ نعم، وما توصلت إليه في هذه الرحلة الطويلة، نعم، فهذا منطقي عندما سمعت تلاوة القرآن لأول مرة، كان له تأثير قوي جداً علي فقد شعرت ببركة كبيرة عند سماعي تلاوة القرآن باللغة العربية وشعرت بانجذاب قوي جداً نحو الإسلام واعتقدت أن هذا الانجذاب كان روحياً وفكرياً لماذا اخترت اسم سعيد عبداللطيف اسمك الإسلامي؟ في الحقيقة أنا لم أختار الإسم، أحد الأشخاص اختار لي هذا الإسم وهو صديق مقرب مني، كنت أتكلم معه دائماً عن اللاهوت أي العقيدة في الإسلام فلم يكن لدي اسم إسلامي في بداية اعتناقي الإسلام فقال لي صديقي ما هو اسمك الإسلامي؟ فقلت ليس لدي اسم، فقال أنا سوف أختار لك اسماً واختار لي اسم عبداللطيف والذي معناه عبداللطيف في الحقيقة وأنا اخترت اسم سعيد لأن اسمي الرهبان هيراليون وهذا الاسم معناه باللغة اليونانية البهيج أو السعيد فهذا هو معنى سعيد عبداللطيف وبهذه الطريقة اخترت هذا الاسم ترجمة نانسي قنقر